يومكو هادي ونادي و ألف 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 مبروك بقى لكل الناس اللي شرفتنا و رفعت رأسنا النهاردة بس قبل ما نبتدي النهاردة في حلقتنا الجديدة أسمحولي أرحب لحبيبة قلبي سامر نعيم من ورانا في حلقتنا النهاردة من ورد دنيا سامر ده نورك ده نورك ونور البرنامج كله حقيقي ومبروك الماجستير أيوة الناجح يرفع ايدو برضو يا جماعة سنوية عامة ألف مبروك ليكو وألف مبروك كمان لكل الناس اللي كملوا دراسات ودخلوا كليات وخدوا شهادات يعني نجحوا بتأديرات عليها جدا مرسي إيمان أنا لسه بقى تعبت قوي على فكرة أنا أعرف طبعا ما فيش حاجة بصي النجاح هو الحاجة الوحيدة اللي بتدفعي تمنه الأول وبعدين تحصولي عليه ما بيجيش ببلاش أبدا ملازم يجي نتيجة مجهود وتعب وكل ولادنا اللي تعبوا وذكروا واكتهدوا مش هما بس طبعا وأهليهم اللي معاهم ومتابعين هم ورايحين وجايين ومتابعة دقيقة جدا والأمهات اللي بتدخل طبق السلطة والخضار وتحطوا على المكتب فاكرة يا سمر كانوا بيابلون لك كلام دي زماني وقباية لبن لازم تشربيها دي عشان ديها يعني هتخليك تحلي أحسن حتى لو ما بتحبيش اللبن ومش أدرش تشربيه هتشربيه عشان دي هتساعدك في الامتحان طبق الجزر والخاص فاكرة كنت لايه داخل كده تحط على المكتب وانتي قاعدة بتذكر بنوفقك يا حبيبتي والدعوتين الحلوين بقى أكيد من كل الأمهات والأبهات طبعا نهاردة فرحمين بولادهم من شاء الله يا رب المستقبل كله منور قدامكم مستقبل مصر ما أنتوا مستقبل مصر أنتوا مستقبل الجمهورية الجديدة نهاردة يوم مختلف بدأنا بالخبر اللي كل المصريين في انتظاره من فترة وإعلان نتيجة الثانوية العامة اللي أعلنها وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي الساعة 10 صبح وأكد أن نسبة النجاح الإجمالية بلغت 75.4% ونسبة النجاح في البنين 77.4% في حين أن نسبة النجاح في البنات وصلت 72.1% للأسف بلغ عدد الطلبة اللي رسبوا أوليهم دور تاني 155.496 طالب البنات تصدرت قائمة أوائل الثانوية العامة في الشعب الأدبي وفازت 9 طالبات مقابل طالبين وفي شعبة العلمي علوم فازت طالبة بالمركز الأول في حين فاز 11 طالب بباقي المراكز فاز في شعبة علمي رياضة 9 طالبة من البنين أما أوائل الحالات الخاصة فازت طالبة من المكفوفين مقابل 3 طالبة بنين من مدارس الدمج الوزير أشار إلى أن في بعض النتائج تم حجبها للمدارس اللي هي شهدت حالات غش أو أي ظروف ممكن تكون حصلت فيها لحين الانتهاء من التحقيق ويتم إظهار النتيجة بعدها مليون مبروك للأوائل والكل الطالبة وعايزين نقول نصيحة مهمة جدا لكل طالب كل طالبة المجموع مش معيار ولا مقياس الأهم هو أنك تخطط صح المستقبلك وتكون عندك شغف بالحاجة اللي انت راح لها وتكون متميز في المكان أو في التخصص اللي انت هتختاره صح يا سمر؟ صح جدا انت طبعا دخلت كليت ايه؟ دخلت أعلام برافو عليك دخلت أعلام بسانا ليه كيف؟ كنت انت حبة لإعلام؟ أنا كنت حبة أعلام قوي بس كان للعيلة رأي تاني كانت ماما الله أرحمها كانت مصممة أن أنا أدخل طب ودخلت علمي علوم بالعافية يعني دخلتني قايتي لأ انت علمي علوم ودخلي كليل طب أي طب طب أسنان طب باش يعني المهم يبقى طب تطلعي دكتورة طب يعني أنا مش حبة أنا بخاف بخاف من الحاجات دي وبخاف من الدم ومش يعني مش قادرة لأ خلاص بس عشان ما زعلهاش سمعت كلامها ودخلت العلمي علوم بس النتيجة لما جات في علمي علوم ما كانتش النتيجة المتوقعة أن هي لما هكمل تالتة سنوي احنا كنا لسه مع الحالة احنا بنضم النتيجتين على بعض تانية وتالتة تانية وتالتة كل واحد يعمل اللي هو حاسس نفسه فيه كل واحد هيبدع في مكانه ما فيش حاجة اسمها كليات قمة ولا كليات قاع ما فيش حاجة اسمها كده البلد والتانية محتاجة لكل حد وكل حد هيبقى قمة في مكانه إن أبدع وإن كان هو عنده إرادة حقيقية وعنده شغف بالحاجة اللي هو رايح لها كلنا محتاجين كل الناس في مسيرة التانية في الجمهورية الجديدة بشرط إن يكون فيه عزيمة وفيه إسرار وفيه بركة ربنا سبحانه وتعالى فيه توفيق